أهو ذا ممنوع عندك حرام فالإسلام جميل ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العقل والأدب ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب كن ابن من شئت كن ابن من شئت واكتسب أدبا إن الفتى من يقول ها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا وليس الفتى من يقول كان أبي تبعينا الكرام طبتم حيث كنتم وحفظكم الرحمن أينما حللتم وتواجدتم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحلاء جديدة من برنامجكم ساعة وساعة حقا العلم يجعلك تعلم أنك لا تعلم والجهل أيضا يجعلك تجهل أنك جاهل من أجل ذلك متابعين الكرام ما زلنا عن الناجحين وأسرار نجاحهم نبحث عنهم في كل مكان حتى يكونوا قدوة لغيرهم وما زلنا في رحاب موضوع الحلقة الماضية إزاي تبقى طالب وفي نفس الوقت رجل أعمال وكان معنا ضيف الحلقة الماضية الدكتور أحمد علاء أو الطالب أحمد علاء الطالب بكلية طب بطريق جامعة بنها في الحقيقة كان هو وعدنا أن يكون الحلقة النهاردة معنا الدكتور حسام فؤاد ووكيل كلية طب بطريق جامعة بنها ولكن اعتذر وإن شاء الله يكون معنا في الحلقة القادمة وطبعين الكرام بعد الحلقة اللي فاتت وطول الأسبوع كان عندنا أسئلة كتير بيسألونا عن اللي قاله الدكتور أحمد في الحلقة الماضية فعلشان كده قدمنا له الدعوة الحلقة دية عشان يجاوب على كل هذه الأسئلة أهلا وسهلا الطالب أحمد علاء المجتهد الناجح كل الألقاب إن شاء الله معنا دكتور أحمد أهلا بك أحمد أحمد أستاذ المشاهدين مش بس كده كمان الطالب المجتهد أحمد علاء هو جاي جاب لنا برضك حد ناجح هنرحب به إسلام حامد عبد سميع طالب بكلية طب بطري جامعة بنها أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا إسلام طبعين الكرام نبدأ أول سؤال مع المجتهد أحمد علاء من حيث ما انتهينا الحلقة الماضية حضرتك وضحت وقلت عن الأكاديمية اللي انت حلوك هتقوم إن شاء الله بفتتاح فعوزين تفاصيل أكتر على كريم إن شاء الله بالنسبة لأكاديمية الدكتور هتبقت طبعا تحت بند مؤسس الكناير الفترة اللي جاية الأكاديمية هدفها الأول والوحيد إن إحنا أي طالب من طلاب كله الطب البطري الفترة اللي فاتح كان بيدرس نظري بس إحنا عندنا عاملها زي نظام دبلوما الطلاب هيجوا عندنا وهيدرسوا بالساعات المعتمدة ده هيبقى مثلا شهر أو شهرين بأقصى حاجة ممكن سنة بيجي حدد المجال اللي هو عاوز يتدرب فيه زي دواجن بيتس فارما أي حاجة تخص المجال البطري وبنبدأ إن إحنا نديله الكورسات المناسبة ليه بالمعنى الصح بنأهله سوق العمل بنقدر نأهله على الأجهزة أو البرامج الخاصة اللي هو ممكن يبدأ بيها زي نعلمه زي يبدأ صنار زي يتأهل ورش العمل زي يقدر لغة الحوار بينه وبين المراب المصري يقدر يتكلم معهم في كل حاجة خاصة الأكاديمية هتبقى بالساعات المعتمدة هتبقى المجال البطاعة هتبقى 100 ساعة معتمدة في الترمي سواء بقى اللي عاوز يخدهم على مدار شهر أو شهرين على حسب ما طاقة الاستيعابية للناس بإذن الله هيتم افتتاحها في التجمع الخامس إن شاء الله يمكن شهر ثلاثة اللي جاي هيبقى عندنا برضو عرضات وقفارات كتير للناس زي أني مثلا الطالب اللي متخرج بامتياز أو اللي جاي بامتيازات هيبقى معنا خاصة 40% لي جاهد جدا هيبقى فيه خاصة 40% وبقى الطلاب إن شاء الله الطالب اللي هلقيه متحمس للشغل هيبقى فيه برضو عرضات كتير لي تماما دكتور يعني من خلال برنامجنا نقدر ناخد من حضرك صب أنا عجبني فكرة أول أنت هتقف مع الطالب اللي هو مكتهد في الدراس حابب كمان إحنا يعني جبناك حضرتك الحالة اللي فاتت والحالة دي علشان حضرك حابب نجاحك زي ما قلنا الحالة اللي فاتت إن السعادة هي طريق النجاح إذا أحببت ما تفعل فستكون ناجح فحابب إن حضرك إن شاء الله توفر فرصة كمان اللي هو يعني حابب مجال الطب البطري داخل مجال باختياراته يعني مش جاله حسب التنسيق يعني أي وقامة دي هيبقى فيها عرضات إن شاء الله في الأكاديمية إحنا الأكاديمية بيش بتقتصر على اللي جاي بامتياز أو جاي جدا فقط إحنا الأكاديمية تبقى متشعبة لكل الطلاب وقت تقف يعني المبلغ اللي هيدفعوها أو الفلوس اللي هيدفعوها تبقى يعني في مستوى يعني المستوى المتوسط لأي طالب ولا إحنا نخليها عالية جدا ولا قليلة جدا بحيث إن إحنا نقدر نكفي كل حاجة وقدروا يشوفوا الشغل كله وإزاي بنتعامل مع الحيوانات في المزرعة إزاي بنتطلعها بكفاءة متساوي نروح لإسلام حامل يعرفنا أكتر بالصداقة والشراقة بس أنا يعني حاببنا إنا إزاي ما كلمنا في قوليس الأداد مع إسلام إن إنت إزاي تعرفت على أبو حميد الدكتور أحمد إحنا نتعرفنا في كلية التب البتري كان في سنة أولى كان نقام تحنات طبعا وبهدلة وكل حاجة تعرفت به وخلال معرفتي به عرفت إنه عنده شركة وشغال والدكتور أحمد عنده طموح جدا جدا وأنا خدت منه ثقة إن أنا أبدأ أتعلم علشان أبدأ أشتغل وأنا أبدأ أدرس لسا تمام يعني أحمد علاء المجتهد الناجح سر بقى هو الحلقة اللي فاتت حاولنا نجيب منه أي سر إحنا معرفناش نجيب أي سر سر نجاح منه فإحنا عاوزين يعني قولي سر كده ونصر نجاح لأحمد علاء وخاصة في برنامجنا بنركز على السر النجاحين إحنا بصراحة يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد يبقى فرحام بيها يعني أو فرحام بيها إن أنت تبقى قاعد مع حد ناجح ده يعني عيقم عليه كمتها بالخير وعيقم على الوطن كله وعيقم على الناس كلها جميعا بالخير فعشان كده يعني من ضمن يعني الخطة اللي إحنا واخدينها في برنامج ساعة وساعة ندور على النجاحين ونحاول نجيبهم بس أهم حاجة من نجاح سر النجاح خاصة لو أنتم شباب وإحنا شايفين الشباب بره يعني تعبيننا شوي فضل سر النجاح طبعا أكيد التموح ده أول حاجة تمام التاني حاجة لازم يبقى عنده ثقة في نفسه وثقة في الحوالين تمام وطبعا أهم حاجة يعني الأهل ده بيدعموه بطريقة كويسة جدا تمام إنه هو ينجح ويقدم كل اللي عايز طب أنا سمعت كمان إن حضرتك ليك تشغلي مع أحمد فعوذين طبيعة الشغل أنا عده في الـ HR تمام وكمان بعمل ديزاين في المؤتمرات والشركة بتاعة الشركة وكده طب توجه رسالة للشباب كمان يعني أنت حاجة عطيه أنت عضف HR ودزاين يعني لسه كمان أنتوا مستنين الشهادة إن شاء الله ربنا أكرمكم ما تخلصوا الدكتوراه والكلام ده كله إن شاء الله على خير إن شاء الله بس يعني توجه رسالة للشباب كمان أنت شغال في الدزاين والـ HR ما عندكش أي مشكلة حتى شغال مع أحمد في وضع الـ position بتاع أحمد دلوقتي هو يا كد هو مدير الشركة وحضرك بمثابة يعني مساعد له ما عندكش أي مشكلة إن أنت تكون شغال في الموقع ده هو طبعا ما عنديش مشكلة طبعا دي مهارة يعني أنا عندي موهبة إن أنا أعرف أعمل الدزاين أو إن أنا أتعامل في شغل الـ HR فالدكتوراه أحمد عرض علي إن أنا أبقى معاه في الموضوع ده فأنا قبلت طبعا ومش هرفض لإني أنت ما تبطلش طول حياتك تدور إن أنت بعد دي مهتخلص دراسة هتبدأ لا ابدأ من دلوقتي دعا شغال هرجع لك تاني يا إسلام ونروح لأبو أحمد حضرتك شايف إن التجربة بتاعكم نجحة ومتأخر عنك تب من الشباب تجربة حاجة جدا لإنها إحنا دلوقتي بنعمل حاجات على الأرض الواقع مش كلام بس لكن الشباب آه فيه شباب لسه مشتغلوش لحد الآن وما زال هو لسه مش قادر أنه حتى يعني يضع بلان أو الهدف اللي هو ممكن يمش عليه لكن إحنا بفضل الله خلان استجربة النجاح بدأت بالفعل وبدأت ناس تنظر لها من كل أنحاء مصر مش مصر بس من دول العالم كلها فإن شاء الله الحلم كله هيبقى على الأرض الواقع خلال الفترة الجاية هيبقى حلم كويس جدا وهدي دفع لأي شاب أنه يقدر أنه يشتغل وهو جنب كليته سواء حاجة خاصة بمجاله أو خارج المجال بتاعه عندنا دكتور أو طالب أحمد علاء بقى لسه لما إن شاء الله ربنا يكرمك بدكتوره إن شاء الله طالب أحمد علاء فيه قنون يعني في علم التربوي اسمه قنون الخمسة شردية أو في مجال التنمية البشرية قنون الخمسة شردية دوت بيتكلم أن أنت في خلال الخمسة شردية تقدر تعمل إنجازات عظيمة جدا فحضرتك يعني كان في تخييلك في يوم الأيام إن أنت تقدر تستغل لوقتك اللي فات ده عشان تقدر نهاردة إن شاء الله ربنا يكرمك وتطلع زي ما تلني تلني مرة أو اللي تلقى تعمل كده في الإعلام طبعا أو يعني تحط عليك زي ماقول كده الكاميرات أو الناس تتكلم عنك عن أحمد علاء التجربة أحمد علاء إزاي بقى رجل أعمال زي ما طول أسبوع فعلا والله عنينا طول أسبوع لأسئلة بالجنة طول أسبوع إزاي أحمد علاء بقى رجل أعمال فده السؤال اللي بوجهه لحضرتك كان في تخييلك في يوم الأيام إن أنت تتحول من رجل أعمال أو تتحول إن أنت بقى رجل أعمال من طالب رجل أعمال قبل ما تخلص الشهادة لا هو بصراحة الهدف اللي خلاني إن أنا عملت شركة أو حاجة من ديه هو موقف حصل لي بعد السنوية العامة يعني من ناس حبيب وكده وزميلي فمن بعدها قررت إن أنا لازم لازم يعني حتما أنا علي إن أنا لازم أعمل شركة لازم أباين للناس دي إن أنا مش عشان ما دخلتش بشري أو حاجة لأ إن أنا أي مجال هدخل فيه لازم أرقم واحد فيه إذن التحدي التحدي والهدف والعزيمة هي الحاجة الأساسية حضرتك الناس بتسألنا أعلى في الدكتور ناس يعني أسبوع إحنا يعني إنت هتلاقي الأساسيات النهاردة مختلفة بدرودة على الحلقة اللي فاتت إحنا عملنا ضجة في الموضوع صال فحضرتك الناس بيسأل عن أعلاف الدكتور إيه شركة أعلاف الدكتور أعلاف الدكتور هو بديل الأعلاف اللي موجودة في مصر في الوقت الحالي يعني مثلا أنا مما بعمل مثلا دور التسمين دور التسمين دي مثلا ممكن بتكلفني أعلاف أربعة كيلو فببقى المجزمة البتاعها بيبقى التلتين للعلاف والباقي للأدوية وللكتكود فأنا بحاول دلوقت بقدر الإمكان أنا مثلا حاجة زي التحالب زي الأدوية زي الأعشاب بقدر أننا أستخدمها في العلاف تكون حاجة يعني بسعر كويس جدا للناس عشان يقدروا أنهم ما يبقاش الكوستة أو التكلفة بتاعتهم عليها جدا هو السؤال الجاي حباك في فرقة كامل أول عشان السؤال اللي بعده هترتب عليه فرقة كامل تانية طيب فرقة تانية في كلية الطب بي طوي صح كده طيب يعني الوقت كان دايق جدا أن أنت تجمع كل المعلومات أو البناء اللي أنت وصلت له وده السؤال اللي جاي لحضرتك هل كان لك حضرتك حضرتك سابق تجربة في تربية الدواج آه لا من وانا في ستة فذائي كان عندي حمام وما كنتش باخد يعني مثلا حاجة ودهة للدكتور لا أنا كنت بنظر على اليوتيوب والسوشال ميديا أنا إزاي أعالج الحالة دي وأبدأ أدوينها في نوتس عندي والحالة دي أول ما بتظهر عندي سواء ممكن أخسر فيها فلوس كتير جدا بس الهدف الأساسي أن أنا أتعلم بين أبوينت ومهمة جدا طيب هو السؤال المهم برضك هنا يعني أنا سمعت منك في الكواليس أن أنت ما شاء الله بيجيب تأدريات فإزاي بتوفق بين الدراسة وشغلك بوفق بين الدراسة وشغلي إزاي أن أنا مثلا بقلل عدد ساعات نومي مش لازم أن أنا من الثمان ساعات أو العشر ساعات عشان أقدر أني أكون مستريح لا طبعا أنا ممكن أطبق باليوم وبالاتنين وبالتلاتة مثلا أنا بروح مثلا الكلية الصبح مثلا في محاضرات بتبقى اللي هي مهمة جدا جدا فدي بحضرها المحاضرات اللي هي ممكن مثلا أنا أقدر أستغل عنها فالطلاب يعني مثلا أصدقائي في الجامعة بيقدروا أنهم يكتبوا لي الحاجات دي هاته أنا بنظر عليها بالليل وبعدها بنزل لشغلي سواء بروح من بانها الواد النطرون أو من بانها الإسكندرية عشان أخلص شغلي وبعد كده برجع بالليل ممكن واحدة اتنين بالليل يدوبك براح شوية عشان أقدر روح الجامعة الصبح ولو في بقى أي محاضرة أو أي حاجة بنظر فيها وبالنسبة برضو الشهر الامتحانات هو ده نفس التوتا اللي أنا ماشي عليه مش عشان شهر الامتحانات بروحش الشغل وكده لأ طبعا ما شاء الله يعني أنا بقول رسالة للشباب أحمد طالب مكتهد وفي نفس الوقت يعني داخل في قصص النجاح بتاعته وقت واخذ من وقت وخاصة أن احنا كل الشباب النهاردة كل الشباب النهاردة خاصة بيفكروا باستمرار في أنه بيفكروا باستمرار في أنه هم له اللاعب ماشي مفيش أي مشكلة بس برضك نفسك ثم نفسك ثم نفسك عشان تتعب ثم ترتاح نروح لإسلام وأنا هجي عليك ده من الإسلام طول الحلقة عشان خاطر أبو حميد ما برضاش يقول لنا على الأسرار فأنت برضك عاوزين تصير من التكتك بتاع أحمد على النجاح التخطيط أي حاجة يعني للشباب والله للشباب للناس يتطلق عليهم والله مش أقدر أقول أي حاجة أكتر من اللي ألحب دكتور أحمد غير أن أنت لازم تجتهد علشان تلاقي تمام تمام يعني لازم تجتهد عشان تلاقي تمام كده طيب عرفنا عرفنا أن فيه محطة في الإسكندري عاوزين نعرف أكتر عنها المحطة دي كنت بدأت بعمبر كان فيه 3000 فرخ تسمين بعدها طبعا أنا مثلا بوضع فلوس في مكان أنا مش منتظر أنا أخد منه أرباح الأرباح دي ببدأ أن أنا أدورها يعني مثلا أنا الشهر ده نزلت 3000 طب الشهر الجاي بدلا ما أخد الأرباح أنا ممكن مثلا 3000 دول ممكن نزل بهم 5000 بفلوس الأرباح تمام فبالمعنى الأصح ممكن واحد أو كذا واحد يقول لك أنت بتخطر بفلوسك لازم تخاطر ولازم تضع في بيلك أن فيها عزيمة وقرادة لازم توصلها المحطة دلوقتي وصلت لسبعين ألف من 3000 لسبعين ألف في ظرف سنة ونص وأقل من سنة ونص فالهدف وإحنا برضه هناك فيه كم فيه أربع فددين في الجزء المقابل للمزرعة إن شاء الله نعملهم مجزر عشان نبدأ ننزل فرخة الدكتور إن شاء الله الفترة الجاي في السوق عشان تبقى رقم واحد على مصطلح أنا عرف الدكتور وفرخة الدكتور طب دا كترة دا كترة يعني أنا بحب الشاب اللي هو دايما يبع عنده التعميل زي ما قلت للحلقة اللي فاتت عمر ابني انجح كون فيه هدف كلمة هدف دا أنا أبدالني ماشي وراه الغتم ما ينجح وحقه هدف فعشان كده كمان زاد علينا النهاردة وإحنا عمنا نتكلم في الإعداد لقيت الدكتور أو الطالب أحمد علاء عنده حب لوطنه وعاوز يقدم خير لمصر وهو هيقول لنا عليه فضل بالنسبة للخير إن شاء الله أنا هنقدر نقدم المصر للفترة الجاية إن إحنا أي منتج أو أي حاجة تنزل من الشركة هتبع عليها تخفضات للطبقة المتوسطة والتخفضات للطبقة الفقيرة بالأخص بالنسبة للأعلاف اللي هتنزل إن إحنا هنقدر نساعد أي حد ممكن مثلا لو معابلاء صغير ممكن يقتصر في الشغل معنا الهدف الأساسي منها إن مثلا لو أنا معي والله عشر تلاف جنيه وخاف إن أنا ممكن أبدأ بهم لأ هو ممكن يأخذ عمبر عندنا صغير في المحطة ويشتغل ليبقى فيه رعاية طبية وهيبقى إن شاء الله أبقى أعرضك وهيسة جدا عندنا في المحطة طيب الناس بتسأل والسؤال مهمة بقى وأنت أعرف تتوقع ولا يعني نتكلم طيب الناس بتسأل بتقول طالب ودكتور ومعمل ومحط مش هعره ولا هحصل يا دكتور ولكن أو يطالب المجتهد أحمد علاء يقول لنا فيه ترخيص بقى لكل المجالات طبعا أي حاجة لازم يكون فيها ترخيص أنا شغل كله قانوني بحبش أعمل أي حاجة اللازم تكون قانونية ومعي شركة في الموضوع يعني تمام طيب الناس بتسأل أنت رحت مؤتورك كمان ده أنا أنا مش أقول برضا أنا ما زلت أنا وقف سند معاك إن شاء الله لكل نجاح انت رحت مؤتمرات كلمنا عن مؤتمرات شوي المؤتمرات أنا كنت الرعي الرسمي لمؤتمر لمؤتمر سهاج كنت أنا رزبونس الرسمي لمؤتمر المؤتمر ده تم عقده تقريبا يوم خمسة اتنين كان المؤتمر ده كنا نحن الهدف الأساسي أو أنا يعني زهب المؤتمر ده لحاجة أنه أنا عرف إن كل طلاب بطري ما فيش حقس ما أنه أنت لازم تبتدق بعد ما تخرج طبعا وأنا ما دخلت المؤتمر كده الناس بصراحة يعني طب إحنا نتكلم عن المؤتمر أفضل إحنا كده خدنا فكرة عنه تمام بس لإن وقت البرنامج بيسعفنا طبعا أنه المخرج عمال يقولي طبعا تمام فإحنا هنتكلم فيه بقى مع الدكتور حسام إن شاء الله حالك جاي نتكلم أكتر عن المؤتمر بس هنروح لأحمد الجانب الإنساني بقى الجانب الخير أنت بتقولي أني أنت في طريقك كمان هتعمل مؤسسة خيرية الله أكبر عليك إن شاء الله تمام اللي أنت طالبه من كل اللي حواليك طالب إيه حتى من الناس اللي بتتفرج علينا دلوقت طالب إيه منهم الدعوات إن كل واحد يدعي لي بالتوفيق أنت زعلان منهم لأ أنا ما بزعلش من حد لأ أنت زعلان من حد معين قال لي أنه هو دايما يقول عليك أنت مغرور متكبر انطوائي أو بالنسبة بالنسبة لأنه قال عليها متكبر وانطوائي الناس قالت كده بناء عن إيه تمام لأن أنا ما بجي مثلا أذهب لمناسبة أو لمكان أو للكليه عموما أنا من نوع إن أنا لازم الطقم كله بتوعي بقى كامل تمام يعني نضارة ساعة كل حاجة تمام فهما ما شافوني بالنضارة ده متكبر طب عشان بيكلم عشان موقع تلبرنامج بردك نروح لإسلام إسلام أحمد خد المستثمر الصغير كده وفرمان الدواجن كده أو اللي هو يرد رد أنت مستثمر الصغير إيه رأيك أحمد خد المستثمر لك أو المستثمر الصغير أوه هو خد لك المستثمر الصغير صغير تمام وفي ناس بتقول كمان إن هو يعني يدخل الكلام في البورصة أو حاجة زيك ناس بتزوق يعني عاوز أحمد يحقق أكبر كامل من النجاح هو أكيد هيوصل لأكبر كامل لأنه عنده طموح علي طب الأسرار الأسرار وإنت مع أحمد وإنت قاعدين في الكواليس كده بتأدي خطط شغلكم يعني بتلاقي أحمد بقول لك يعني إن شاء الله إيه قل لنا سر يا إسلام عاوز أجيب أي سر يا إسلام هو الأسرار أحمد بقولك هي سر بسهول أي سر يعني بيبقى قبلها على طول يعني تمام أنا ما بحبش أقول سر إلا لازم أكون محققه على أرض طب عندنا عندنا رسائل جالك أحمد تمام من محمد حلمي إسماعيل بيقول لك أخوي اللي قريب قوي اسمه هيبقى زي النجوم في السماء ترد تقول لي محمد أخوي وصحبي يعني أنا قابلته يمكن ما عدناش مع بعض خالص بس قابلته في مؤتمر سهاج الماكولة دي كان إيلها وأنا كنت قاد في الفندوق أنا كنت باعات من الماكولة اللي هو كان كتبها كان بعد المؤتمر فورا طيب حسين مصطفى بيقول لك ربنا يكريمك ويوفقك عوزين عوزين حضرتك تهتم بكلية طب بطري وتخليها في نظر الكلي كأنها من كليات القمة تعطفوا لي قريب إن شاء الله هتكون بالأخص كلية طب البطري في السعيد هتبقى رقم واحد إن شاء الله لفترة الجاية بالمشاريع اللي احنا بنعملها بإذن الله طيب فيه هاني بيقول لك من امتلك صديق ومثلك أو وفي ومخلص مثلك يجب عليها أن يشكر ربه على كل هذه النعمة العظيمة الله عليك يا دكتور هاني هاني أنا بصراحة ما قابلتش هاني شخصيا هاني كل تعاملاته يعني أنا وهو عن نت وعمره بكلامنا هو عبعد صوته صورة ولا هو يعرف ما ممكن يعرفني بالصور والكلام من ده هاني بصراحة أكتر من أخ وأكتر من صديق بيقدر يحفزك على أي حاجة يعني مثلا إحنا كلنا بنتكلم إن إحنا عاوزين نفتح مكان في الرحاب أنا وهو كده بصراحة مشجع جدا يقول لك يعمل وأنا في ظهرك دايما ده أكيد من اللي شافوا من حضرتك أي حد عمره حيشوف الإنجازات دي فهلازم دير كده دي رسالة بوجهها للشباب خلي غيرك يقتنع بيك الأول لازم تقدم وبعد كده الناس هي اللي تقتنع بيك عبدالله محمد بيقول لك دكتورنا الغالي عندي سؤال ليه ما تمسكش برصة الدواجن في الأسعار ناس أفاضل مثل حضرتك علشان تضرب الأسعار تحياتي ليك ومن نجاح إلى نجاح ترد عليه تقوله إيه بالنسبة أن أنا أمسك برصة الدواجن دي بصراحة تبقى حاجة متشعبة للفترات لأن أنا فيه ناس في الدولة ناس كبيرة جدا وفي المجال أكبر مني فبالتالي أنا ما ينفعش أمسك مثلا البرصة وهما مازال أعلى منه لا هو أصد يقول لك أني حافز يعني هو أصد يقول لك عبدالله بيقول لك حافز مواتحفيز أه عبدالله عبدالله يعتور شوالي مع بعضي في اسكندري رجل يتمنى أنه يشوفك فهو إن شاء الله هو تعرض عليه لحاجة دي للفترة اللي فاتت فإن شاء الله يمكن الفترة الجاية تتحقق يعني طيب أنا بحب بردك اللي بيخدم وطنه ويأخذ منك أي يعني إيه مقدمة كده أو أي مفاجأة أو أي حاجة تقدمها للشباب زي ما أنت قلت أنت هتعملهم دعم في الأكاديمية الفترة الجاية نه وتعمل يعني إن شاء الله تفرح الناس بيه ممفاجأ كده أي مفاجأة مفاجأتك كتير لا إن شاء الله المفاجأة فيه مفاجأة تبقى متشاعبية جدا إن شاء الله في خلال شهر الجاية طيب ممكن تقول مفاجأة جيبك تاني خلي بالك إن الناس ضلرت جيبك تاني كمتب تقول مفاجأة تجيبك تاني يعني تجيبك الحلقة تانية لا لا إحنا كده يعتبر خلاص خلاصنا مفاجأتنا وبقى مشروع الخطوبة بأول دقي نروح لإسلام قبل ما نختم ونقول له التفكير في النجاح من أكثر الأعمال صعوبة ولذلك فإن القليلين يكمون به شايف أن أبو حميد خير مثل القصة دي؟ صح يا جيد تمام متابعين أكرام وقاف الختام ومتابعين أكرام وقاف الختام بشكر ضيوف حلقتنا النهاردة المجتهد أحمد علاء رمضان والمجتهد إسلام حامد عبد السميع بشكر حضرتكم على حسن المتابعة كمان بشكر المجهود الرائع لفريق إعداد كندا الصحة وجمال أعلموا أن الذي أخرجكم من بين الصلب والطرائب قادر على أن يخرجكم من بين القرب والمصائب صلوا على عظيم الحب الذي قال لا تؤذوني في عائشة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قبل هذا الموعد بنصف ساعة في الجمعة القادمة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته